وزارة الداخلية وزارة القطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية وتعكس عداء قطر واستهدافها لمواطني مملكة البحرين في أرزاقهم وتشدد وزارة الداخلية على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها حيث تعد المياه الإقليبية مصدرا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين